الرئيس الفرنسي يمنح مسام جوقة الشرف للرباع الراعي للحوار الوطني قبل يومين من تسلمه جائزة نوبل السلام في أوسلو ورشاة عمل تستدقى الدورة الرابعة للمنقد العربي لاسترداد الأموال المنهوبة وأسئلة معلقة بشأن مصير أموال تونس المنهوبة كتلة توافق تونس في مجلس النواب تعلق مشاركتها في مناقشة القانون المالي احتجاجا على تعودها بالكتلة الاجتماعية الديمقراطية في مكتب المجلس نشرة وفي من الأخبار أهلا بكم في قصر الإليزي في باريز قلد اليوم الرئيس الفرنسي فرنسو أولند وسام جوقة الشرف للرباع الراعي للحوار الوطني هذا التوسيم يأتي قبل يومين من الحفل الرسمي لتسلم جائزة نوبل السلام في العاصمة النرويجية أوسلو وسام شعاره الشرف والوطن ويتبوأ أسمى درجات التكريم الرسمي في فرنسا إنه وسام جوقة الشرف الذي منحه الرئيس الفرنسي فرنسو أولند لممثلية المنظمات الأربع الراعية للحوار الوطني قبل ذهابهم إلى أوسلو لتسلم جائزة نوبل للسلام ما يمس تونس يهم فرنسا ديمقراطياتنا ددافعان عن القيم نفسها كالحرية والانفتاح وتفهم مشاكل العالم كما نواجه سويا اليوم نفس التهديدات التكريم الفرنسي قبل بفخر رباع الحوار بهذا الوسام وإشادته بدور فرنسا في دعم تونس والوقوف إلى جانبها لسيما في هذه المرحلة الدقيقة هذا التكريم هو يتعدى أشخاصنا الأربع ليشمل تونس بأكملها ليشمل الأحزاب اللي سامت في نجاح هذا الحوار معناها التكريم هذا من المفروض هو يهدى إلى كل شهداء الثورة الشكري بالعيد لحاج محمد البراهمي ولكن أيضا لشهداء الأمن لشهداء الجيش أنا أقول ما زال العمل يزمن يقوم به في ناحية اقتصادية واجتماعية وهذا أحسن معناها فرصة بيش نجمعون لديه نزيدوا أن نتكلموا على تونس وشما اللي من زال يسنى في تونس معناها مستقبلية ومن على منبر التكريم موجه رباع الحوار رسالة من أجل مزيد التعاون بين البلدين في القضايا المشتركة ما يحدث في الشقيقة ليبيا وفي الشقيقة سوريا يعني لا يعجب أحد فكانت فرصة بالطبع لأن نتحدث عن هذه القضايا والقضايا التي تهدد أمن المنطقة وتهدد البلدان الشقيقة والصريقة وتهدد المتوسط بصورة عامة ما نجموش هنا ما نحكوش على المهاجرين نحن نعرف جيدا في بلادنا أن المهاجرين يعانون كثيرا سواء كان من البيروقراتية في منح التأشيرة وأيضا المهاجرين هنا في فرنسا لهم مشاكل متعددة هنا لابد من حل هذه المشاكل لابد من تسهيل التأشيرة وسام جوقة الشرف الذي أنشأه نابوليون بونابارت في بداية القرن التاسع عشر اختارت فرنسا أن يتجاوز في هذه المرة معاني التكريم ليكون دعوة لتونس إلى معركة مشتركة من أجل الحفاظ على دعائم الديمقراطية ونبذ العنف والتطرف والإرهاب وسيم الدالي للتلفزة الوطنية التونسية باريسا وكان وفد من الرباع الراعي للحوار الوطني قد غادر صباح اليوم مطار تونس قرطاج نحو أسلو لتسلم جائزة نابل السلام على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التونسية تحمل اسم الزعيم النقبي الراحة الفرحات حشيد في رحلة محملة بعديد الرسائل من مطار تونس قرطاج كان منطلق رحلة وفد من الرباع الراعي للحوار نحو العاصمة نيروجيا أوسلو لحضور موكب تسلم جائزة نابل للسلام بعنوان سنة 15 و2000 يوم العاشر من ديسمبر الجاري الموافق لذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان رحلة وصفت بالتاريخية وتحمل رسائل تحدي وأمل وسلامة إن شاء الله نحمل لداخل تونس رسالة الأمل من أجل بناء المستقبل من أجل عيش مرفه للجميع فيه أمن وفيه استقرار وفيه تطوير لبلادنا أعضاء الوفد أكدوا أيضاً التزامهم بحسن استثمار هذه الجائزة التي ساهم في الفوز بها كل التونسيين وفق تعبيرهم للترويج لتونس كوجهة سياحية واستثمارية متميزة وكنموذج ناجح للانتقال الديمقراطي الإخداء جهاز نوبل السلام هو الشعب التونسي لأنه لو لا يعني طربة الحوار المتوفرة في تونس ما كانش الحوار ينجح في تونس وبالتالي الرباعي الراعي للحوار عنده مسؤولية كبيرة اليوم من ناحيةين من ناحية أنه يكون اليوم يدعو إلى ثقافة الحوار وإلى ثقافة السلام وثقافة السلم ومن ناحية أخرى كيف يوظف هذه الجائزة لخدمة تونس التعريف أكثر بتونس في كل المجالات في كل القطاعات تونس الاعتدال تونس التسامح ستكون رسالة قوية من أجل دفع الاستثمار في تونس من أجل دفع القطاع السياحي وإبراز المحاسن التونسية في هذا المجال نأمل أن تكون هذه الرحلة وهذا المناسبة بالفعل تنعكس بالشكل المطلوب على بلادنا الرحلة أمنتها طائرة تحمل اسم فرحة حشاد تابعة للخطوط الجوية التونسية كتكريم للزعيم النقابي فرحة حشاد وكتب عليها تونس إرادة السلام وأنذكركم مشاهدنا الكرام أن التلفزة الوطنية ستخصص يوم الخميس القادم برنامجا مباشرا مفتوحا يتم خلاله تغطية وبث مراسم تسليم جائزة نوبل السلام واستلام الرباع الراعي للحوار الوطني الجائزة وينطلق هذا البرنامج الخاص بداية من منتصف النهار ويستضيف مجموعة من الشخصيات الوطنية لتثمين هذا الحدث وإبراز أهمية هذه الجائزة بالنسبة للتجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي والعلاقة بين المجتمع المدني والبرلماني والحكومة كما يتخلل البرنامج مدخلات مباشرة من أسلو لمرسل التلفزة الوطنية تفتتح غدا في الحمامات الدورة الرابعة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة اليوم وفي هذا الإطار تم تنظيم ورشات عمل حول طرق استعادة هذه الأموال والعرقيل التي تحول دون ذلك 95 إنابة قضائية دولية وقع توجيهها إلى قرابة العشرين دولة عربية وأوروبية وإفريقية منذ 2011 قضايا تترح مجددا في الدورة الرابعة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة من قبل الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعائلته بهدف إيجاد الحلول الكفيلة باسترجاع أموال تونس وممتلكاتها في الخارج الآخر أنه الأموال هذه موجودة في حسابات مشفرة الشركات الواجهة ما نعرفوهاش شكون يعرفها؟ يعرفوه هم البلدان أصحاب معناها البلدان المعدية اللي عندها من الكوادر واللي عندها من الخبرات اللي بإمكانها بش توصل إلى معرفة هذه الحسابات المشفرة اموال منهوبة عادت وأخرى في طريقها لذلك وغيرها ما زال رهين إجراءات معقدة نشكلة كبيرة مع أكثر الدول الحاضنة لهذه الأموال لا تريد أن في عين هذه الأموال بقاء هذه الأموال وكل يعرف أنه فيه نوع من الحركة الاقتصادية لهذه الدول الاستثمار اللي أصبح الآن غير مشروع لهذه الدول أن تستثمر أموال منهوبة وكأن العالم أصبح فوضى يعني كأنها عملية قرصة عالمية لأموال دول أبناءها مشلقين يعني لقد أصبت لبناء أنه هو الدولة العربية الأولى وقد يكون من الدول العالمية القلائل التي أعادت أموال منهوبة لأصحابها بطولس أعادنا 22 مليون دولار ثم الدولة للعراق الشقيق كذلك كان منهوب من الدولة العراقية نحن معا متعاونون وإيجابيون في هذا التعاون العربي أو التعاون الدولي ورشات ثنائية بين عديد الدول المعنية بملف الأموال المنهوبة سابقة الافتتاح الرسمي للمنتدى الذي ينطلق رسميا غدا ويتواصل حتى العاشر من ديسمبر الجاري ولمزيد من التفاصيل حول هذا المنتدى وآخرة لاستعدادات لافتتاحه غدا ينضم إلينا مباشرة من الحمامات مفاد الأخبار أيمن بالحش سلم أيمن ما أهم تم بحثه خلال هذه الورشات التي تسبق والافتتاح وما هي آخر الاستعدادات أهلا ليلة هذه المنتدى الدولي العربي لاسترداد الأموال المنهوبة يقام تحت إشراف كل من تونس وألمانيا وقطر الهدف منه هو محاولة استرداد الأموال المهربة في الخارج خاصة بالنسبة لتونس والدول التي تشهد مصار الانتقالي اليوم شهد هذا المنتدى قبل الانتقال الفعلية يوم غد ورشات عمل ولقاءات ثنائية مباشرة خاصة بين تونس وفرنسا تونس والسياد وتونس وفرنسا وكذلك كان هناك لقاء مباشر بين مصر وألمانيا ولمزيد الإضاحات حول هذا المنتدى معنا السيد فيصل عاجينة مكلف بمأمورية بدوان وزير العدل سيد فيصل لو تعطينا مزيد الإضاحات حول هذا المنتدى والبرنامج هذا المنتدى الدور الرابع المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة ينعقد هذه المرة في تونس يسمين الحمامات انطلاقا من اليوم من 8 ديسمبر إلى غاية يوم 10 ديسمبر الهدف الأساسي للمنتدى منذ نشأته في 2002 هو حوار السياسات بين الدول التي الطالبة والدول المطلوبة في إطار استرجاع الأموال المنهوبة وأيضا حوار بين النظراء يعني بين القضاءات الذين قدموا طلبات استرجاع وطلبات تعاون قضائي مع الدول أجنبية ونظراء في تلك الدول لرفع العلاقين التي تحول دون تنفيذ طلبات التعاون القضائي سيد هويسل لو نتحدث على تونس والأموال المهربة خارج أموال الرئيس السابق بن علي وأصهره وعائلاته أين وصلت هذه القضية واسترداد هذه الأموال خاصة الشعب التونسي ينتظر هذا الملف خاصة من سنة 2011 هناك مسار الاسترجاع المسار معقد هناك بعض النتائج التي تحققت فعليا منها مبلغ مالي استرجاع منذ سنة 2012 هناك بعض أيضا هناك إختين ومنابات في طائرة وطائرة أيضا لكن هذا يعتبر جزء بسيط جدا هناك مساعي في عدة مسارات الآن تقدم ملحوظ في عدة مسارات الهدف من هذا المنتدى هو دفع أعطاء هذا المسألة دفع جديد من خلال محاولة رفع العراقيل التي تحول دون تحقيق نتائج ملموسة هذه الدورة خاصة تنعقد تحت شعار من قطر إلى تونس البحث عن تحقيق نتائج في مجال الاسترجاع سنحاول هذه المرة من خلال حوار السياسات من خلال حوار بين الخبراء إحراس تقدم فعلي وملموس على الأقل في بعض المسارات التي أصبحت اليوم مسارات تقريبا في مرحلة متقدمة وتنتظر دفع نهائي لتحقيق بعض النتائج كنا تحدثنا مع بعض قضاء التحقيق في القطب القضاء المالي تحدثوا عن الإجراءات في هذه الدولة الغربية إجراءات معقدة وهناك عدم تجاوب من بعض الدول أيضا هو صعوبات والتحديات في مجال الاسترجاع متعددة ومتنوعة هناك صعوبات سياسية هناك بعض الدول التي ليست لها رغبة في التعاون في هذا المجال ولكن أيضا هناك صعوبات قانونية وفنية هذه الصعوبات القانونية والفنية نحاول أن نرفعها بالعمل المشترك بالتعاون بين النظراء وفي كل ما يتعلق بالمسائل السياسية نحاول من خلال المنتديات من خلال الرقاءات بين أصحاب القرار أن نقرب وجهات النظر أن نحاول أن نرفع الالتباس أن نحاول أن نقنع الآخرين بعدالة الطلب بضرورة تحقيق نتائج وإرجاع الأموال التي نهبت من الشعب التونسي ليلة كانت هذه أبرز النقاط لهذا المنتدى نقطة وحيدة كانت تحدثة محامل أمم المتحدة سيد علي بنفتيس المري عن إعلان بعض النتائج لجلب هذه الأموال يوم غد لم يرد إضاحة أكثر من المنصر قال ستكون هناك مفاجأة للشعب التونسي وستكون هناك أموال الرئيس السابق بن علي ستصل إلى تونس هذا كل شيء لهذا اليوم نعم شكرا جزيلا لك أيمن بالحاج سيلم مفد الأخبار إلى الحمامات ولضيفك إذن يقدر حجم الأموال التونسية المنهوبة إلى الخارج بأكثر من 10 مليار دينار ولم تستطع الحكومات المتعقبة منذ الثورة استرجاع سوى نحو 60 مليون دينار متابعة لمسار استرجاع الأموال التونسية المنهوبة في هذا التقرير يقدر حجم الأموال المنهوبة إلى الخارج بأكثر من 10 مليار دينار حجم يرى الخبراء أنه إذا تم استرجعه سيساعد على إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس وسيقلس من حجم التدايون الخارجي وبخاصة في ذل وضع اقتصادي في حاجة إلى مزيد ضخ أموال ليعود نسقه إلى سالف نشطه غير أن ملف الأموال المنهوبة مازال يراوح مكنه ولم يلقى طريقه إلى الحل على الرغم من تعاون بعض الدول على غرار لبنان وسويسرا إذ كانت لبنان أول دولة عربية عادت إلى تونس أموالا كانت في حساب زوجة الرئيس السابق تقدر بنحو 60 مليون دينار مطلع شهر أفريل 13 و2000 لجنة مصادرة الأموال المنهوبة والتي تم أحدثها ابن الثورة وفق مرسوم 15 لسنة 11 و2000 كانت حددت لائحة أولى لمن رفضوا الإجابة أو الذين لم تكن إجاباتهم مقنعة تشمل 114 شخصا من المقربين من الرئيس السابق وأسهاره ومن صار في ركابهم وفتحت بابا للتصريح الطوعي للأموال الفاسدة لغير المذكرين في اللائحة الأولية لكن لصوص المال العام والفسدين لم يقفوا مكتوفي لأيدي كأنما كانوا يتحسبون اليوم مثل هذا فكثير من أموالهم اختفت تحت أسماء مستعارة أو نقلت إلى حسابات سرية في الخارج من أجل ذلك اتخذت الدولة لاحقا إجراءات احتياطية إضافية لمنع سفر 80 من رجال الأعمال لكن حتى ذاك الإجراء لم يأتي بالجديد خاصة بعد أن تعالت الأصوات المنادية بإلغاء مرسوم المصادرة والتوجه نحو المصالحة مع رجال الأعمال في ربيعي 15 و2000 في المحصلة وبحسب متابعين فإن الجميع يتألم لضياع وقت كبير في سبيل استرجاع الأموال المنهوبة ويطرح أكثر من سؤال لماذا كانت عجلة استرجاع الأموال المهربة بطيئة إلى هذا الحد ولماذا لم تتم استعادة المال المهرب إلى أوروبا وأمريكا على الرغم ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى نشاط البرلمانية جلست واليوم للتصويت على مشروع قانون المالية للسنة القادمة قاطعته كتلة أفاق تونس بسبب ما اعتبرته إقصاء لها من مكتب المجلس وتعويذها بالكتلة الاجتماعية الديمقراطية تعلق كتلة أفاق تونس مشاركتها في الجلسة العامة وزع بثقتها من مكتب المجلس بتركبته الحالية أهم ما أقره نائب رئيس الكتلة كريم لهلالي خلال ندوة صحفية بعدما اعتبره إقصاء للكتلة مهددا بالوشوء إلى القضاء إخلالات إجرائية بالجملة نحيو الإجرائية على جنب اليوم عشر نواب من الكتلة الديمقراطية عشر نواب من أفاق تونس للمرة الثانية على التوالي يتم تبجيل الكتلة الديمقراطية بتبريرات أكثر ما يقول كأونها واهية من قبيل هما جابوا قبل الورقة الموضوع هذا يمشي نحلوه بالقانون وهذا يمكن يمشي للقضاء ويمشي للتعاون ونحن جاهزين أو نحلوه بالتوافق الرد جاء سريعا من قبل الكتلة الاجتماعية الديمقراطية التي أعلنت أنه لا وجود لأي إخلالات قانونية الكتلة الاجتماعية الديمقراطية قدمت إضافة عدد النواب منها قبل أحنا طلبوا منها قالوا لنا راهوا أنتم عندكم عشر نواب والكتلة الموالية عندها تسعة وبالتالي راهوا أنتم معناتها عندكم المقعد المتبقي في المكتب بعد توزيع باقي المقعد وقد اعتبرت الكتلة الاجتماعية الديمقراطية أن احتجاج شعفاق تونس على تركيبة المجلس هو فقط لتغتيتي ما سمته بفشلها السياسي هذه الناس تحب تعلق فشلها على كتلة نيابية أخرى هذا أمر غير معقول هذه الناس في الاتلاف الحكومي واليوم تنسحب من منقشة أهم قانون اللي هو قانون الميزانية هذا يدل على ارتباك سياسي هذا ما نشف يهمينه السياسين السياسين نحن في نفس الحكومة ولكن في مكتب المجلس ما نكونوش موجودين معنات الثلاثة أضلاع متاع رباعي الحاكم موجودة إلا أفاق تونس الخلافة في الرؤى والتوجهات بين الكتلتين المتنافستين لم تمنع نوابها من تجاذب أطراف الحديث مباشرة بعد ندوتين الصحفيتين وفي انتظار ما ستصفر عنه لقاءة القادمة يحافظ مكتب المجلس على تركيبته الجديدة هذا ويواصل مجلس نواب الشعب التصويت على فصول مشروع قانون المالية لسنة 16 و2000 لتتمكن الجلسة العامة حتى الآن من المصادقة على أكثر من 50 فصلا أغلب هذه الفصول توفقية باستثناء ما أثرته مقترحات التعديل من جدل حول مدى ملأمتها للتوازنات العامة للدولة جملة من الإجراءات تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 16 و2000 تمت المصادقة عليها في الجلسة العامة بأغلبية مريحة وصفها نواب الاعتلاف الحاكم بالهامة باعتبار ما ستدره من أموال لميزانيات الدولة من بينها تلك المتعلقة بالإصلاح الديواني وبالأداء على القيمة المضافة وبالنظام التقديري النظام التقديري هو نظام معناها الناس اللي هم فيه ما يخلصوش يخلصو حاجات تنجمي تقولي معناها محدودة جدا يشمل 300 أو 490 أو 400 ألف شخص بالطريقة هذه نكونوا نقصنا بدرجة كبيرة ياسر في العدد تعناسها ضعومة توسيع الأداء على القيمة المضافة كيف كيف ننقصو معناها ثم برش الناس كان ينظامها تكون موجود في السابق الأداء على القيمة المضافة ما كانتش موجودة وتحرمت منها خزينة الدولة دون وجه التخفيض يندرج في الأسلاح الديواني اللي جابيه مشروع القوانين المالية بتاع 2016 ولي فيها أولا تبسيط كبير من 4 نسب إلى زوز نسب 0 و20 خاصة المواد الأولية ونصف المصنعة والمواد التجهيزات خاصة متجهة بالنسبة للقطاع الصناعي لتخفيف يعني الكلفة ودعم التنافسية إجراءات تحفظت بشأنها كتلة الجبهة الشعبية كما أعرب حزب صوت الفلاحين عن امتعاضه لعدم سحب التخفيض الديواني على الجرارات المستوردة صوتنا ضد العديد من الفصول باعتبار أنها في حقيقتها ما جاش تستجيب المصالح نعتبرها أساسية سواء فيما يتعلق الحد الآن بالتخفيض في بعض الأداءات اللي ما شفنا لهاش موجب خاصة بالنسبة الضريبة على الدخل اعترضنا باعتبار أن تم استبعاد الفئات الشعبية من الأعفاة هذية جرارات الفلاحية المستعملة بيش يوظف عليها 20% أداءات أنا عملت فيها مقترح أنا بيش يرجعوها ما تدفعش الدولة تجيب العلوش من بره ما يدفعش الدولة تجيب الحافلات بيش تركب فيها العبيد وما تدفعش والفلاح بيش يجيب التركتورة جديمة بيش معناتها يخدم بيها ليه؟ مقترح حزب صوت الفلاحين هو واحد من بين عديد مقترحات التعديل التي رفضت على اعتباري أنها تمس من التوازنات العامة للدولة مؤثر جدلا في الجلسة العامة في حصتيها الصباحية والمسائية حول تأويل الفصل الثلاثين من القانون الأساسي للميزانية قبل تحوله إلى العاصمة القطرية الدوحة للإشراف على أشغال لجنة العليا المشتركة تونسية القطرية أعطى رئيس والحكومة الحبيب الصيد إشارة انطلاق مشروع زراعي ضخم في العاصمة الأردنية عمان مختص في إنتاج وتسويق شتلات الأجار المثمرة في ختام زيارته إلى الأردن أعطى رئيس الحكومة الحبيب الصيد رسميا إشارة انطلاق نشاط مشروع شركة أغروميلورا الشرق الأوسط شركة تونسية أردنية إسبانية مختصة في إنتاج وتسويق مشاتل الأجار المثمرة التوانسة عنا 65% من هذا المشروع ومشاء الله ننجو 3 مليون شتلة زيتون بكل إطارات التوانسة التكنولوجية لكل من تونس الهدف في الإنتاج ننتج أشتال زيتون أشتال فواكه كل أنواع الأشتال المشروع 50 ألف متر مربع 5 أكتارات المساحة المحمية البلاستيكية تقريباً هكتار ونص تنتج أصناف زيتون وأصناف فواكه ثلاثة ملايين من مشاتل الزيتون والأشجار الأخرى هو معدل الإنتاج الحالي للشركة ويطمح القائمون عليها إلى رفع طاقتها إلى 6 ملايين نوع من المشاتل معاولين في ذلك على الخبرة التونسية يعني خبرتنا مع هذه الزراعة ناجحة جداً وبعدين الخبرات التونسية يعني قدمت لنا للمشروع هذه أشياء يعني كثيرة ومفيدة وإن شاء الله قاعدين ننقل التجارب هذه للشرق الأوسط كله يعني حين سوقنا الأساسي هو المملكة العربية السعودية وصدنا موردين أكثر من 7 مليون شتلة مبادلة دعا رئيس الحكومة المستثمرين التونسيين إلى النسج على منوالها خاصة وأن فرص الاستثمار في هذا البلد الشقيق متوفرة إمكانيات التبادل الاقتصادي والتجاري وتبادل أراء في كل المستوى الموجودة والأهم هو ندعمها ونفعلها الاتفاقات وبعد زيارة دامت يومين للمملكة الأردنية الهاشمية تحول رئيس الحكومة إلى دولة قطر محطته الثانية للإشراف على أشغال اللجنة العليا المشتركة التونسية القطرية الصعوبات التي تواجه المؤسسات الاقتصادية بعد بعثها ما يهدد إمكانية ديممتها ذلك ما أهم ما تم طرحه في الندوة التي نظمتها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بعض والمتدخلين أكدوا ضرورة لحاطب المؤسسات بعد بعثها لضمان نموها 660 ألف هو العدد الجملي للمؤسسات الاقتصادية بالجمهورية التونسية منها أكثر من 90% مؤسسات صغرى عدد منها يواجه صعوبات بعد بعثها ما يهدد ديممتها وفق دراسة تم عرض نتائجها خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي قرابة 60 ألف مؤسسة كل عام يقع حداثة وفي معدل متاع 40 ألف مؤسسة تخرج من السوق هنا نسبة كبيرة من مؤسسات حتى للخمسة سنين بتاع المؤسسات الصغرى حتى للخمسة سنين ما تقدرش كوني تتعدى من مرحلة متاع مؤسسة صغيرة المؤسسة أكبر في الحجم ثم ريالما خطر بقى صاحب المشروع يلقى روح ووحده ينفوها إلى كريل انتربريز أور هي المشاكل تبدأ وقت اللي يدخل صاحب المشروع في الإنجاز مشاكل من نوع آخر مشاكل متع تصويق متع تصرف متع عمالية اللي طول هيكل تحاول بمجهوداتها ولكن ما ثماش ريالما حاجة اللي تكون توفر حظوظ النجاح ضرورة الإحاطة بالمؤسسات الاقتصادية قبل وبعد بعثها ضمانا لديمومتها ونموها ذلك ما أكده جل المتدخلين في ورشة العمل شرعنا في إنجاز برنامج للتعاون الفني على الجانب الألماني يهدف لإيجاد وضع تمشي جديد يهدف لمساند الباعثين والمؤسسات دونك الصغرى في كافة المراحل بدءا من الإنجاز إلى ثلاثة سنوات أو الخمسة سنوات ما بعد الاحتياج تركز مؤسسة اقتصادية على أسس صلبة من خلال دعمها ومتابعتها بعد بعثها يضمن بقاءها وبالتالي المحافظة على مواطن الشغل بعد عشية فتح الحدود التونسية الليبية مجددا بعد قرار إغلاقها على خلفية الوجوم الإرهابية الذي جد مؤخرا في شارع محمد الخامس تشهد المنطقة تعزيزات أمنية تنفيذ لإجراءات المجلس الأعلى للأمن القومي كما رفع درجة التأهب واليقضاء إلى شريط الحدودية التونسية الليبية داخل المنطقة العسكرية العزلة دفعت قوات الجيش الوطني بتعزيزات مدعومة بمختلف الوحدات العسكرية والإسناد الصحية في سياق تنفيذ إجراءات المجلس الأعلى للأمن الوطنية المتخذة عقب حديثة شارع محمد الخامس الإرهابية أستنى بعد القرار بقلق المعابر الحدودية البرية تحسبا لإطارة قواتنا كل المستنفرة هنا بالليل والنهار نعص على حدود بلادنا لمجابهة كل طريقة من تسريب أسلحة من دخول ناس مجتزين بطريقة غير شرعية وهذا يمس من أمن الحدود وبالتالي من أمن البلاد بأحزمة مراقبة متعددة وفي توغل داخل المنطقة العسكرية العزلة وعلى مشارف مناطق رسم الحد بين البلدين بلغت أشغال بناء الخندق والساتر الترابي مراحلها النهائية ما يدعم ترتيبة الدفاعية المتكاملة للحدود الجنوبية الشرقية للبلاد التونسية الدوريات المشتركة مع قوات الأمن الداخلي عن المراقبة الإلكترونية وكذلك عن الدعم الجوي بالمروحية المسلحة عشية فتح منتظر للمعابر البرية يقضى وجاهزية رفعت درجتها إلى الأقصى داخل المنطقة العسكرية العزلة يسندها خندق وساتر ترابي للتدخل والتوقي خميس ببطان أتلفز الوطنية التونسية من داخل المنطقة العسكرية العزلة على الحدود التونسية الليبية ألية الإصعاف الاجتماعي في مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي في الزهروني تجربة تستهدف الفئات الاجتماعية تلهشة على غرار الأشخاص في قدية سند هذه الألية سينطلق والعمل بها في إقليم تونس الكبرى وبعد التقييم سيتم تعميمها على باقي الولاية العم محمد علياصي لولاية باجا وهو أحد المقيمين بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بزهروني شيخ الثمانين هذا وضطر إلى الإقامة في هذا المأوى بعد أن هجره أبنائه وتركه مشردا في الشوارع عم محمد عدي وغيره كثيرون لجأوا إلى هذا المأوى ويكل منهم قصته الخاصة أمواتنا أردنية تونسية جيت لتونس 2009 تزواجت زواجي كان فيشل برشا جبت طفلة عمرها عامين نلقى روحي في ليلة وان أمي توفيت نلقى روحي في ليلة وانها عرف الكيس تحس حيح في روحك بين عائلة من كأم وكطفلة نقصني شوي استقرار وفي إطار ضمني حماية أوفر لعدد من فقد السندات توسير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار اليومبعي إشارة انطلاق آلية الإسعاف الاجتماعي آلية لتدخل السريع لتلبية حاجيات الفئات الاجتماعية الهشة بمختلف الوسائل كان ثم إمكانية أن ذاك يتم إعادة إدماجه في عائلته في أسرته كان عنده أسرة لأنه ثم لي عنده أسرة كان هذه ممكنة بشكون هي الأحسن لكن دور الدولة دور نحن أن بش نعاون العائلة البش تستقبلوا بش نعاونها ونقفوا معاها ماديا ومعنويا على أساس بش ما يرجعش للشارع إذا هذا مش ممكن عن المراكز تقبله إذا هو ما يقبلش وعن ما تعرف القارون ما يجبروش بش يكون موجود في مراكز الحقيقة بش نقعده نتبعه اجتماعيا على أساس تسميش إمكانية أن نساعده يمكن اعتباره عائلة معوزة وياخذ من حنتها لعائلة معوزة مثلا يمكن بنسبة العلاج ذلك بش يكون مضمون فريق ألية الإسعاف الاجتماعي سيتولى في مرحلة أولى إجراء مسح للفضاءات العمومية لوضع قاعدة بيانات حول مختلف هذه الوضعيات فريق معنى تجاهز الإسعافات الأولية بالتنسيق من هيلة الأحمر فريق الخصائيين الاجتماعيين كيف كيف معنى تجاهزين ميدانيين أحنا طبعا بش نبدأوا بش نكتشفوا العمل الميداني بش نكتشفوا معنى الحالات هذوما وين أماكن التواجدون تحهم وين هما وبش ندرسوا حالة بحال آلية سينطلق العمل بها في إقليم تونس الكبرى وبعد التقييم سيتم تعميمها على بقي الولايات اليوم تم أيضا اعطاء إشارة استغلال أول مسكن علاجي وظيفي في تونس وفي الدول العربية المسكن تم بعضه في مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة في منوبة سنة عكروت أخصائية في العلاج الوظيفي بمركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة في منوبة ترافق اليوم راذية وهي إحدى المتربصات بهذا المركز إلى أول مسكن علاجي وظيفي وطنيا وعربيا بعد الانتهاء من كل الأشغر الخاصة به وهدفها بالأساس أن تتمكن راذية وغيرها من نفس الفئة من موارسة حياتهم اليومية بصفة طبيعية حبينا المشروع هذا يكون للفئة الأشخاص داوي الإعاقة بيش ما يحتجوش إعانا ينجمو حتى وحدهم يستعملوا كل مهو في دارو كسووا البواني متاع الباب كسووا ينجم يدخل يشرب يحل وحده ويشرب فما ديزا تكنيز يستعملهم ويشرب بيهم فما زيدا ينجم سالدبان يدخل ويتحرك فيها من غير حتى صعوبة كل شيء أكسيسي بالمعناتها نجم نعمل كل شيء وحدي من غير ما نحتاج لحتى حد يعاوني فكرة دي اليوم عجبتني على الأخر تحس تزرع في كل أمر البرشة وتحس تروح كنسير مكش عاجز يعني تجهيزات كما شفت وكلها متلائمة مع الفضاء اللي يعيش فيه المعاق يعني الإمكانيات اللي تسمح له بشي يتحرك وكل كلفة هذا المسكن بلغت خمسين ألف دينار منهم خمسة عشر ألف دينار مساعدة من الجمعية الدولية للإعاقة مشروع يبقى في حاجة لدعم الصناديق الاجتماعية وفق الجمعيات الناشطة في مجال الإحاطة بذوي الاحتياجات الخصوصية نحن كمجتمع مدني نعملوا اللي نجموا لكنه حدنا ما نجموش يلزم يدخلوا معنا الصناديق يدخلوا معنا الوزارات المعنية بالأمر كما وزارة الصحة كما وزارة شؤون الاجتماعية الإعاقة راية متهمش وزارة شؤون الاجتماعية برك وزارة التشغيل يلزم كلنا نحطوا اليد في الهد كتوانسة وقد تم توقيع اتفاقية شاركة بين مركز التأهيل المهني للقاصرين على الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة وبين جمعية مساعدة عميق لعاقب البيت اتفاقية تعزز نشاط المركز وتدعم العمل التطوعي إحياء أن لليوم العالمي للتطوع نظم المرصد الوطني للشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والأمم المتحدة نظموا ندوة وطنية حول الشباب والتطوع الهدف من هذه التظاهر التعريف بالتطوع كقيمة إنسانية تكريس قيام مساعدة الغير وتعزيز العمل الخيري خدمة لصالح العام هي من أسمى معاني العامل التطوعي وهو ما يتأكد في رغبة الشباب في الإضافة والتغيير وخدمة الصالح العام دون البحث عن مقابل وذلك في تعارض كامل مع الفكر المتطرف ذلك ما أكده وزير الشباب ورياضة مهر بن ضياء لدى افتتاحه أشغال الندوة الوطنية حول الشباب والتطوع هو كل ما يحس الإنسان أنه بلده في حاجة له فأنه يخدمه من غير مقابله هي أرقى القيمة الإنسانية وكنت منذ قليل في المداخلة قلت أنه يقابل هذا المفهوم ومفهوم التطوع يقابله مفهوم التطرف لأنه مفهوم التطرف هو الإنزيوة عن الآخر هو عدم عب تقديم أي خدمة للآخر بل الرغبة في تدمير الآخر ومختيار شعر العالم يتحرك وانتهي التطوع بمناسبة اليوم العالمي للتطوع إلا تأكيد على الدور الذي يمكن أن يلعبه المتطوع في مختلف بلدان العالم حتى يساعد على تحقيق برامج التنمية وإحداث التغيير المجتمعي عالم يتحرك وأنت تطوع هو طلب للشباب للدخول في معترك التطوع في المجتمع وطبعا الشباب العاطل عن عمل له دور أساسي في التطوع فمن خلال التطوع يحسن خبراته وإمكانياته على الحصول لعمل بشكل أفضل شبان وشابات حضروا هذه الندوة تواكدوا تأثير العمل التطوعي على الحائط العملية وعلى منحي من خبرة لازمة للدخول في سوق الشغل تجربة متعة التطوع أضفت لي برشا على المستوى الشخصي أول حاجة سمحت لي أن نتعرف على مكوينة أخرى في المجتمع المدني خارج إطار الدراسة والإطار الجامعة بصفة عامة وساعدتني على أن نطور قدرات أخرى وفيدتني في أن نسوق روحي لسوق الشغل نعطيه من جهودنا لنبنيه قدراتنا كشباب لأنه يحسن الشباب المدمج في الحياة العملية وإلا حتى في الحياة الاجتماعية ويهدف منظم هذه الندوة إلى إرساء تصور حول تطوع الشباب كآلية ضرورية لدعم مشاركتهم في التنمية والسلم وتمكنهم من الاندماج في محيطهم اجتماعيا ومهنيا وتقديم مقترحات لدعم برامج التطوع وتعزيز السياسات الوطنية في هذا المجال فش أن اليمني أكدت الرئاسة اليمنية اليوم أنه تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار لمدة سبعة أيام اعتبارا من الخامس عشر من ديسمبر الجاري موعد بدأ بق أنهم لن يشاركوا في جولة الحوار هذا ما لم تتوقف العملية العسكرية التي تستهدفهم وذهب الناتق الرسمي باسم الحركة إلى حد التشكيك في دور الأمم المتحدة في هذا النزاع ومدى وقفها على المسافة نفسها من كل أطراف النزاع وفي جديد تطورات الخلاف العراقي التركي المتعلق بانتشار عناصر من الجيش التركي في مدينة الموصل طالب العراق اليوم الحلف الأطلسي باستخدام سلطته لحث تركيا على سحب قواتها فورا من شمال العراق وكان وزير الخارجية التركي قد أكد في وقت سابق أن بلاده لن تسحب قواتها الموجودة في العراق موضحا أنه تم إيقاف نشر أي قوات أخرى في الشمال مع تجديد التزام أنقرة باحترام سلامة الأراضي العراقية وفيما يخص الملف السوري ومع انطلاق مؤتمر الرياض لبحث الأزمة السورية أعلنت وكالة أنترفاكس الروسية أن غواصة روسية مزودة بصواريخ كروز اقتربت من الساحل السورية سوريا أزمة لم تفك تعقيداتها بعد رغم زخم المبادرات وتعدد الجهود لحلها هذه المرة السعودية تأخذ زمام المبادرة وتوجه دعوات للعشرات من المعارضين السوريين السياسيين والعسكريين لحضور مؤتمر ترعاه الرياض أبرز أهدافه تتمثل في الخروج بوثيقة توافقية وفق بيان جناف وتشكيل وفد موحد من المعارضة ليمثلها في المفاوضات المرتقبة مع الحكومة في فيينا وحل أبرز الخلافات بين صفوف المعارضة المتمثلة في وضع الرئيس السوري بشار الأسد فهناك أطراف تتمسك برحيله وأخرى لا تشترط ذلك كما تكثر التساؤلات حول شكل الدولة السورية الجديدة مدنية أم دينية أم فيدرالية وعلى الأراضي السورية قتل أكثر من ثلاثين شخصا على الأقل في غارات روسية استهدفت مناطق متفرقة في محافظات شمال سوريا كما أصابت القذائف مدرسة في مدينة حلب أصفرت عن سقوط ثمانية قتلى أغلبهم أطفال كما تسببت الغارات في جرح المزيد من المدنيين في إدلب واللاذقية وريفهما في أخبار الرياضة انهزم المنتخب التونسي لكرة رياد السيدات أمام منتخب الياباني بنتيجة واحد وثلاثين هدفا مقابل واحد وعشرين في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة لبطولة العالم التي تصدفها الدنمارك وكان المنتخب الوطني للسيدات قد انهزم أيضا ضد المجر والدنمارك صلتت الندوة الصحفية التي انعقدت صباح اليوم في مقر نادي السيارات في العاصمة صلتت الضوء على الاستعدادات لإنجاح تنظيم رالي عليسة للسيدات في دورته الأولى خمسة وعشرون تاقما نسائيا من تونس ومختلفة الدول العربية والأوروبية سيكونون علاقة الانتلاق في النسخة الثانية لرالي عليسة للسيدات المقرر من الثامن والعشرين من ديسمبر جاري وإلى غاية الثالث من جنب المقبل هذا ما تم الإعلان عنه اليوم خلال ندوة صحفية احتضنها مقر النادي الوطني التونسي للسيارات أصلا الرالي أصلا هنا أبار توريستيك أبار كل شيء ضد الإرهاب كيف نبينه اللي احنا تونس راهي بخير ورأي لابس عليها وعنا مدفع راديو وعنا شيخين في بلادنا نحنا الرالي هذه المرأة تجل حضورها في المرأة تونسية ديما تجل حضورها في الميدين الكل ديما تبرهن للمجتمع والعالم الكل اللي هي موجودة اللي هي إنسانة ناشحة اللي هي العمود الفقاري متاع المجتمع التونسي ديما ناشحين ديما موجودين وديما حاضرين رالي عليس للسيدات هو رالي انتظام على الطريق تعطى فيه الأولوية للسلامة المرورية ويستمتد على مسافة 1600 كم موزعة على أربع مراحل انتلاقا من بنزرة وصولا إلى تطوين ثم العودة إلى المنستير في مدينة سيدي بوسعيد تحدي انساء هؤلاء الأجانب اللي من بعد باردو من بعد سوسا من بعد حدثت تونس العاصمة أنه انساء هؤلاء مصري أنهم يجيوا لتونس رالي متاع انتظام والمسابقة المنتظمة أكثر واحدة هي التي تربح رالي عليسة وبالرياضة نصل لختام هذه النشرة وإليكم تذكيرا بعلاونها الرئيس الفرنسي يمنح وسام جوقة الشرف للربع الراعي للحوار الوطني قبل يومين من تسلمه جائزة نوبل السلام في أوسلو ورشاة عمل تستبقوا الدورة الرابعة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة وأسئلة اتجاجا على تعويضها بالكتلة الاجتماعية الديمقراطية في مكتب المجلس ونذكركم مشاهدين الكرام أنه يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني أنفؤات تونيزيا تيفي نقطة تأن كما نذكر أن سنة 96 يوما مرت على اختفاء صحفيين سوفيانا الشورابي ونذير لكتاري في بيبيا شكرا على المتابعة وإلى اللقاء اكا